لم تمر ساعات طويلة بين تسنم المهندس عمار موسى كاظم وكيل أمانة لشؤون البلدية مهام أميني بغداد وكالة بتوجيهات من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حتى كانت أولى قراراته تنفيذ حملة نظافة كبرى لغسل وتنظيف الشوارع في العاصمة استجابة سريعة للتوجيهات الحكومية عقبت زيارة الكاظمي لمقر أمانة بغداد اعتبرها مواطنون الأولى من نوعها بتاريخ العاصمة وفي تفاصيل الحياة اليومية يدرك العراقي أن عاصمته تعاني من مشكلات مهمة في الجانب الخدمي أهمها التنظيم والإعمار والتطوير الأمر الذي نظر إليه المواطن العراقي على أن يكون عهد الأمانة الجديد أكثر إشراقا من أي وقت مضى سيما مع التأكيد على أن المرحلة الحالية تلزم مواجهة التحديات وإدارة واقع الخدمات بالارتقاء الذي تستحقه بغداد عاصمة التاريخ والحضارة الواقع الذي يعرفه ويعيشه العراقيون في شوارع العاصمة سيما الرشيد وقبله المتنبي الذي رأى النور مؤخرا إلا أن الرشيد على سبيل المثال لا الحصر يحتاج إلى اهتمام كبير يقابله انتظار بفارغ الصبر من المواطن الذي يريد لعاصمته أن تكون في أفضل حاله توجيهات عملية ميدنية أعلنها أمين بغداد المهندس عمار موسى للمدراء العامين في الأمانة بالتواجد الميدني ومتابعة تفاصيل العمل على قدم وساق سيما مع إعازه تخصيص رقم هاتف للاتصال المباشر لكل مدير عام يتم نشره في وسائل الإعلام للإبلاغ عن أي حالة ابتزاز واتخاذ الإجراءات العقابية والقانونية للحد من الظاهرة تدخل بغداد إذن حاضرا جديدا يعلوه التفاؤل الشعبي بأن تأخذ العاصمة حقها من خدمة واهتمام وتصويرها بصورة العاصمة التي تعكس جمالها وتاريخها ورقية مواكبتها لما تحتضنه عواصم العالم في الشرق والغرب